الظل هنا يتوارى يتحاشى الناس ويخبئ نفسه تحت الشمس فالشمس بنثيلة في الجلفة هي السلطانة وهي الحاشية أهلها وعلى بساطة نشاطاتهم اليومية يصطدمون بواقع قد يقهرهم يثبتهم أحياناً ويحفزهم للنيل من العقبات أحياناً أخرى الكثير هنا رفع راية الاستسلام فبطش الظروف نالت من عزائمهم علي نموذج لمن كسروا شوكة الملل وقلة الحيلة فنذاء الأرض يسمعه بوضوح وعطش التربة يفقهه أيضاً ببساطة علي يسقي أرضه العتشة ليرتويه نسقي اللي سقيتها كان الفديدين والهجيرة والكلش نسقيها ونطلق المال للجماعة الأخرين اللي بعدي ونبقى نخوض والله المهم نكتل الحاول بهنه نبقى نايض قد ماطيك وتحت وطأة الحر في الشهر الفضيل هؤلاء الشباب تجار المشمش يعلنون تحديهم أيضاً نعانوا مع الخدمة هذه صباحنا خدموه في رمضان أنثيلة الجلفاوية ورغم شحوب بعض زواياها إلا أن الخضرة وهذه السواقي تعيد بنثيلة بوجه أخضر بوجه أنظر ترجمة نانسي قنقر